أول الصاعدين إلى الدوري المصري الممتاز بعد غياب أربع مواسم عن اللعب كان هبط في موسم 2019 وقبل ثلاث جولات من نهاية مسابقة دوري المحترفين فاز اليوم في مباراته المرتقبة على راية بثلاثة أهداف مقابل لاشئ فعاد رسمين إلى الدوري أي نعم هيبقى لازم يستنى ست شهور جاية عشان يلعب الدوري الممتاز أي نعم إحنا لسه في الدوري في الجولة 16 و 17 من الدوري بتاعنا لكن مبروك لبيتروجيت مع وقت طويل قوي للاحتفال للاحتفال والإعداد وكل حاجة مع أنا على التليفون مبروك للكابتن سيد عيد صاحب صحوة التأهلات والصعود للدوري الممتاز صعد قبل كده أربع مرات للدوري الممتاز مرتين مع النصر مرة مع الدخلية مرة مع بيتروجيت النهاردة وهذه لقطات التتويج ببطاقة التأهل الأولى من المحترفين إلى الممتاز مبروك لبيتروجيت عودة الشقيق الأصغر لإمبي اللي موجود في الدوري وموجود من المربع الزهبي في الممتاز على التليفون معنا الكابتن محمد أبو النجا بونجا وده حالس ليه خبرات في الدوري المصري الممتاز حالس مرمى بيتروجيت كابتن أبو النجا ازايك؟ طبعا أنا أستعلم كابتن حفوط برحب بحضرتك وبرحم بالنجم الكبير كابتن نادر السيد في ثلث حراثة المرمى نادي الزمالك ومصر كلها ربنا أخليك كابتن محمد مبروك ألف مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك سمعتك وعجبتني قوي وأنت بتقولها لأنه كان إحساس صادق أحلى إحساس في حياتي فكرة التأهل للدوري الممتاز دي حقيقة والله هاتفوط يمكن الحمد لله وشكري لله أنا كنت بقى ثمين سنينة النادي عال ثلاث سنين في الدوري الممتاز مع بيتروجيت وبعد كده نزلنا درجة تانية كان دالي كازا عارض للدوري الممتاز ولكن أصبحت أن أنا أبقى نساعدها مع سكنة كابتن محمد عودة أصبحت أن أنا أبقى مع السريق عشان نصعد قارب وقت يمكن سعوده تأخر السنة في التانية في التالتة وكل سنة أولي السنة دي هتصعد يمكن ربنا أخرها لنا على المسلم أبقى أننا أربع سنين وده المسلم الخامس والحمد لله ربنا عوضنا خير كلنا وطبعا مكانت اللي هو جمال رئيس النادي ومرورا بعضهم يصدرها كلهم كانوا دايما في ظهرنا تعب 8 شهور 10 شهور كمان تعب غير طبيعي كمان معانا كانت مساعد عيد ملك استعود ده محضرة تعالى شخصية يعني عظيمة وده كفت بشكل غير طبيعي دايما بيدي استقل العيبة دايما داعم بس كابتن محمد يعني بما أن طبعا أنا عارف الدور المحترفين الأجواء وشفت طبعا تبعتك وشفت الفرق بتاعت الدور المحترفين لما دربت النجوم بس كان باين قوي عليكم يعني كان باين يعني مش مش هو صعود البترويجيات الحقيقة طبعا مجهود يعني كلنا شفناه إنما كان باين قوي كالانطلاقة بتاعتكم يعني أكيد كان في حاجة معينة مختلفة عن السنين اللي قبل كده يعني كان إيه اللي مختلف بقى بس يحكيز من الحق والله كل مدربين مسكونة سواء كابتن رباع ياسين سواء كابتن عالي عام يا كابتن محمد كلهم ليهم احترام بس خلينا نتكلم يعني إدي 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 يعني عايزة أقولك إيه لأ يعني يعني طبعا كلهم ناس محترمة واكتهدوا وحاولوا وكل حاجات من دي بس السنة دي كانت مختلفة فأنا بسألك عشان صحة يعني 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 عايزة تدي نفسك حقك يعني أو إنتوا اللعيبة أو كابتن سايد عيد يعني بس اللي فرق إن كابتن سايد عيد من أول يوم في قطس الإعداد في شهر ستة وهو بيكلمنا على أول مباراة كان لسه الدوري ما تحددش إمتا كان لسه مش عارفين إحنا نلاعب مين كان دايما بلنا أهم مباراة أول مباراة في الدوري هي اللي تقدر تركبك جدول الدوري من بدري ومن بعدها لازم نكسب عدد مباراة متتالي ده اللي هيصيق معاك ودايما دينام عندنا دايما كلام أجابي معنا ما تلاقش من حد ما بيبصش عفرق قدامك تبتلعب مين أيا كان هو الفريق معنا فرق طبعا قوية جدا دوري ومحترفين زي ما حدك عارف ومتابع معنا فرق صرفة جامل جدا مع لعيبة وصفقات ومدربين على أعلى مستوى ورغم كده دايما كان كابتن سايد ديناس ثقة مع الإدارة مع اللعيبة نوعية لعيبة رجالة بمعنى كتير مترجالة دايما دايما كنا قلبينا على قلب رجل الواحد دايما نلاعب المحلة في المحلة عايزين نكسب راحين نلاعب لابديني هناك عايزين نكسب باللعب أي فرق بره بوه أنا أعتقد أعتقد اللي فرق معاكو إن أنتو لأن أنا تفرجت عليكو طبعا بشكل كويس إن أنتو حتى في أسوأ حالاتكو كان عندوك رغبة الفوز بالضبط ما عرف نكسب آه يعني بتعرفت كسبه وفي نفس الوقت في رغبة في الفوز يعني لأن ممكن يكون أنت مثلا إيه بتبقى في بعض الأوقات بعض الفرق وبعض اللعيبة يقولك إيه على حسب حالتنا لأ هو حالتك كويس حالتك مش كويس إنت هتكسب أو إنت كويس أو مش كويس لأنا ننازل هعرف تطلع من مباراة أنا عايزي باتابون بالضبط 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 والله يبقى أحسن كبير ربنا يخلولك يا رب وسلم لنا عليه واسمه الحبيب الحبيب محمد أبو النجل الحبيب محمد عن الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب محمد عليها أفضل الصلاة والسلام وربنا يخلي لك ابنك الحبيب نورتنا ومبروك مش ليك انت بس مبروك لكل الفريق ابعت لهم السلام والتحية وحمد الله على السلامة للدوري المصري الممتز كابتن نادر معانا حارس مرمى ومعانا أسطورة حراسة مرمى